من بنجر السكر والعسل الاسود النهاردة ان شاء الله بنستكمل مع بعض مادة حفظ وتصنيع اللحوم خدنا في الوحدة الاولى جزء مهم جدا وتعريف اللحوم بشكل عام وانواع اللحوم وايضا خدنا فيها جزء ثمان مكمل وهي عبارة عن تأسيمات اللحوم نفسها والمجميع التي تنقسم اليها اللحوم وعرفنا ان هي عبارة عن اربع مجميع اللي هي مجميع اللحم الاحمر ثم مجميع اللحم الديجيني او الابيض ثم مجميع الاحياء البحرية ثم مجموعة لحوم الصيد خدنا بعدها جزء كمان مكمل مهم وهي عمليات الزبح وعرفنا ازاي نجري عمليات زبح سليم وقولنا ان الزبح بيتم فيه المجازر الالية وبالتالي بيتم الكشف البيطري قبل الزبح على بعض الامراض اللي موجودة فيه الحيوانات الظاهرية التي يصعب كشفها بعد عملية الزبح ثم عمليات الزبح نفسها ثم عمليات السلخ والتقطيع والتفضية للكرش والمادة والامعاء ثم عمليات كشف بيطري بعد عملية الزبح اللي ايضا من شأنها بتكشفلي على بعض الامراض اللي صعب ان انت تشوفها على الحيوان وهو حي استكملها في جزء مهم كمان اللي هي عبارة عن الزبح الحيوي والفارق بين الزبح والحيوان بعد الموت او الزبح وهو حي وبالتالي قدرنا نتكلم باستفادة في النقطة دي وشوفنا ازاي الطبيب بيطاري بيقدر يفرق بينهم انتهى الحد هنا الوحدة الاولى وبالتالي انت لا لزاما قبل فاصل متاخد الوحدة اللي هي التالتة اللي هي عبارة عن العمليات الحفظ التي تجرى على اللحوم بعد عمليات الزبح في فاصل في النص الفاصل ده لازم حضرتك تبقى ملمي به كفن في عمليات تصنيع الغذاء خصوصا مادة حفظ وتصنيع اللحوم اللي احنا بنسميه تغيرات ما بعد الزبح والوحدة دي بتشمل مش بس تغيرات ما بعد الزبح ولكن فيها جزء كمان مهم اللي هي الصفات الحسية للحوم هو وصل الحوم يا مستر لها صفات اه لها صفات مهمة جدا وهنتعرف عليها ولكن قبل ما تتعرف عليها لازم تعرف ايه هي التغيرات اللي بتطرق على اللحوم من بعد الزبح المباشرة ودايما نتعودنا ان معانا جزء كبير جدا فيه المنطقة اللي بنتكلم فيها بيبقى من الاسئلة الوارد انها تيجي معانا في الامتحان النظر وايضا لو فيه جزء من العملي بنتكلم عليه لو فيه جزء من الاسئلة اللي وارد تيجي في الامتحان العملي بيجي مسلا على سبيل المثال يقول لي اذكر تغيرات او مراحل التغير ما بعد الزبح قلت بالك من السؤال نفسه اذكر انا بذكر فقط ايه هي المراحل التي تطرق على اللحوم بعد عملية الزبح فلما اقول لي اذكر ايه هي المراحل اللي بتطرق على اللحوم بعد عملية الزبح يبانى عارف ان فيه تلات مراحل المرحلة الاولى لا تغيرات ما بعد الزبح مباشرة المرحلة رقم اتنين وهي مرحلة التيبس الرمي المرحلة الرقم التلاتة اللي هي عبارة عن الانضاج او ايجنت الانضاج ده اللي هو عبارة عن نقل اللحوم من الصورة الغير مجهزة فيه التيبس الرمي الى الصورة الافضل سواء فيه الاستخدام للطهي المباشر او عمليات التصنيع دي تسمى الانضاج مش الانضاج هنا معناه الرفع على النار خالص او الطهي او الشي لا الانضاج هي ظاهرة من شأنها تعديل صفات اللحوم التي قد تكون غير مرغوبة خصوصا في مرحلة التيبس الرمي والمرحلة رقم اتنين من بعد عملية الزبح الى صفات مرغوب فيها سواء في عمليات الطهي او حتى في عمليات الشي او في عمليات التصنيع يبконه دي اسمها كده مراحل ما بعد الزبح لما يقول لي اسكر المراحل دي فقط يبانا باتكلم على كل مرحلة او بذكر عنوان كل مرحلة يبانا بكل فيه مرحلة بعد الزبح ومباشرة في مرحلة اللي هي التبس الرمي الرقم اتنين فيه مرحلة تالتة اللي هي مرحلة الانضاج للحوم وارد يجيلي سؤال تاني في الامتحان يقول لي اذكر التغيرات التي تحدث بعد الزبح مباشرة وانا كده بتتكلم باستفادة عن التغيرات التي تحدث بعد الزبح مباشرة طب ممكن يقول لي برضو السؤال في نفس المنطقة يقول لي اذكر التغيرات التي تحدث أثناء مرحلة التيابس الرمي أو ايه هي الظواهر التي تطرق على اللحوم أثناء عملية التيابس الرمي يبقى أنا هنا مطالب أن أتكلم عن التيابس الرمي وبيحصل التيابس الرمي ازاي وايضا ايه الظواهر المصاحبة نتيجة حدوث ظاهرة التيابس الرمي ممكن برضو يقول لي السؤال في نفس المنطقة اذكر كيف يتم التخلص من مرحلة التيبس الرمي والدخول في مرحلة الانضاء وممكن يقول لي اذكر الظاهر التي تطرق على اللحوم ايضا في مرحلة الانضاء دي اسئلة بشكل مباشر بتيجي في المنطقة بتاع التغيرات ما بعد الزبح سواء فيه بعد الزبح وشارطا او مرحلة التيبس الرمي او مرحلة الانضاء خلاص عارفنا الموضوع بيبقى شكله ايه بالزبط بعد عملية الزبح في التلات مراحل نبدأ بقى نمسك مرحلة مرحلة ونتكلم عليها باستفادة انا عارف ان الجزء ده يعتبر جزء تقيل شوية فيه التغيرات خصوان بيجرى فيه المنطقة دي بعد التغيرات اللي بترفع درجات الحموضة او بتقلل درجات الحموضة او بيحدث بعض التحلولات سواء الوتولايزس اللي هي نتيجة الانزيمات الطبيعية او التحلولات نتيجة الانزيمات الخارجية او تحلولات نتجة عن بعض الميكروات ايضا بعض التفاعلات اللي من شأنها في جسم الحيوان بعد عملية الزبح اللي بتؤديلي الى عملية التيبس الرمي ومن ثم ايضا بعض العمليات اللي بتتم والتفاعلات اللي بتتم عشان ننهي مرحلة التيبس الرمي زالك النهاردة نحاول نمسكها كده واحدة واحدة بحيث نفهم الموضوع ماشي ازاي وهنحاول نجيب بعض الفيديوهات موجودة معانا اللي هي بتشرح خصوان منطقة التيبس الرمي وبتحدث ازاي وبالتالي لو انا عرفت هي بتحدث ازاي بقدر احدد ازاي انهي عملية التيبس الرمي او اسهل من عملية الانهاء للتيبس الرمي واحداث عملية الانضاء فهناخد اول مرحلة اللي هي مرحلة ما بعد الزبح مباشرة ازا يا مسترون انت هنبتتكلم على مرحلة ما بعد الزبح مباشرة اللي هي فترة الدقيه اللي هي الفترة الاولى مباشرة بعد زبح الحيوان او من اول دقيقة بعد زبح الحيوان واتفقنا ان زبح الحيوان له طريقة معينة اللي هي الزبح بجرة ونصف بعد الفقرة العنقية الأولى من الرقبة وبالتالي بتقطع فيها أكتر من حاجة اللي هي عبارة عن الوداجين اللي بيمرروا الدم من وإلى المخ ثم إلى القلب وباقي أجزاء الجسم أيضا بتقطع مجرى الطعام اللي هو المريء ثم بتقطع مجرى الهواء وهي القصبة الهوائية وبالتالي تبقي خد بالك من النقطة دي عشان هي دي المبني عليها التغيرات ما بعد الزبح قلنا ان احنا ما بنعملش فصل كامل للرأس ونبقي على الجزء الخلفي اللي هي العصاب الموصلة أو الشعيرات الدموية أو الأجزاء في النقعة الموصلة ما بين الجسم والمخ وليه بنبقي على هذه المنطقة فيه الحيوان وبنفصلش الرأس لإننا من مصلحتي إن أنا أعمل عملية إدماء ونزف جيد للحيوان عشان يتخلص من أكبر قدر ممكن في الدم اللي موجود فيه القلب والجسم بشكل عام وبالتالي اللي بيحصل إن المخ بيدي إشارات عصبية لجسم الحيوان بيقوله إن كمية الدم المتضفقة إلى المخ ليلة جدا فبالتالي بيأمر القلب اللي هي العضرة أو البمب المدخل اللي بتضخ الدم إلى أعلى إلى المخ إنها تشتغل بكفاة أعلى وبالتالي كل ما بتشتغل بكفاة أعلى فبتضخ الدم إلى الخارج فبالتالي بيحصل عملية الإدماء الجيد وبالتالي بقى ناخد أول جزء فيه المنطقة دي مدام لسه ما فصلتش الرأس وبدأ ينزف الحيوان النسف جيد وبدأ يتخلص من أكبر كمية من الدم اللي موجود غالبا نتيجة هذه التغيرات أو جزء من فقد الدم فالدم ده بيحمل معاه الإيه؟ بيحمل معاه الإكسوجين وبالتالي هتحدث تغيرات لاهوائية نتيجة نقص الإكسوجين اللي كان وارد إلى الدم فيه اللحوم فترة دي فترة إيه؟ فترة قد تطول من ساعات ممكن تصل إلى عدة ساعات وتصل معايا إلى أكتر من 24 ساعة على حسب نوع وجسم ودرجة حرارة المكان اللي تم فيه زبح الحيوان وبالتالي لو حدثت التغيرات وفضلت في الاستمرار خصوصا التغيرات اللاهوائية في عدم موجود الأكسوجين اللي داخل لجسم الحيوان فهتطرق بعض التغيرات على نسيج الحيوان سواء الدهني أو العضلات وبالتالي من شأنها في النهاية هتؤدي إلى مراحل فساد احنا بقى ما بنوصلش إلى حدوث عملية الفساد لكن لازم تفهم أن لو أنا استمريت في هذا الوضع وسبت الوضع بالشكل الطبيعي بتاعه ففي النهاية سوف يؤدي بعد فترة من الزمن إلى عملية فساد في اللحوم نفسها وبالتالي لازم أتدخل فيه المنتصف عشان أبطئ من هذه التغيرات وأنهي بعض هذه التفاعلات سواء الإنزيمية أو الميكروبية اللي هتأدي لي أن اللحمة هيكون صالح للاستهلاك فيما بعد سواء في الطهي أو في عمليات التصنيع تعالوا نشوف كده مع بعض أول جزئية بقول لي بعد زبح الحيوانات ونتيجة لنقص الأكسوجين أو أكسوجين الدم بعد الزبح هتوقف الجهاز الدوري ويحدث استنزاف كامل للدم طبعا فيه عملية التخليص اللي احنا بسميها بالبلد جهة تخليص الحيوان بعد عملية الزبح بتقل كمية الدم المتضفق طبعا وتوقف الإمداد بالأكسوجين وبالتالي هيحدث تغيرات في ظروف لاهوائية لعدم وصول الأكسوجين للدم وبالتالي في النهاية هنصل إلى مرحلة مرحلة الفساد طب بعد الزبح وقبل مرحلة الفساد هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها ايه التغيرات اللي بتحدث بها بقول لي بتحدث بعض التغيرات الانزيمية الموجودة طبعيا أو ذاتيا في الأنسجة ليست انزيمات ميكروبية ولذلك تسمى هذه التغيرات بالتحلل الذاتي اللي هو الوتولايزيس تاني المنطقة دي ما بين فترة عملية الزبح وما بين بعض التغيرات اللي بتحدث بشكل لا هوائي وحتى عملية الفساد في المنتصف بيحدث بعض التحللات الانزيمية الطبيعية نتيجة الانزيمات اللي موجودة فيهن في النسيج الحيواني نفسه تاني مش نتيجة نشاط بعض الميكروبات من الخارج ركز في الموضوع ده هيحدث بعض التحللات اللي احنا بنسميها يعني داخلية اللي هي نتجة من الانزيمات الداخلية في اللحوم نفسها سواء بقى ان كانت انزيمات خاصة بي البروتين اللي بتحل الجزء من البروتين او انزيمات طبيعية خاصة بي احلال الدهون وجزء من الايه من الدهون يبقى اذا لسه ما وصلتش لمراحل ان الميكروبات تتدخل معايا وتبدأ اي ورخة تعمل عملية التفاعلات هي دي الفترة بقى اللي في المنتصف اللي هي بيحدث فيها تغيرات ما بعد الزبح اللي هي عمليات التحلل الايه الزاتي او الاوتولايز تعالوا نشوف كده بعد مراحل هزي دي هزي التغيرات اللي هي بعد الزبح مباشرة حاجة اسمها بنسميها الفريشنس او التزاجة يعني التزاجة زي ما انت شايف اللحوم بتبقى في حالة تازجة لسه في بداية او بعد الزبح مباشرة بقول لي اللحم بعد الزبح مباشرة يتميز بخصائص يمكن بقى معرفته او دي هت السؤال اللي ممكن يجي في الامتحان يقول لي اذكر او اذكر الخصائص اللي بيتميز بيها مراحل ما بعد الزبح مباشرة لازم انت بقى انت تعرف المراحل دي ايه وبتم ازاي اول حاجة بقول لي ان القس الهيدروجيني او البي اتش في اللحم مرتفع بيبقى حوالي سبعة وده بيعني ان الحموضة منقفضة باللحم بعد الزبح مباشرة بتكون منقفضة لان في علاقة عكسية بين رقم البي اتش والحموضة بمعنى ان كان البي اتش مرتفع فبتكون الحموضة منقفضة والعكس صحيح ارجع الهتة دي عشان افصرها لك احنا عارفين ان في رقم تعادل للحموضة اللي هو البي اتش بتاعي البي اتش سبعة والبي اتش او بمعنى اصح علميا لما بنيجي نعرف الحموضة بنقول هو اللغارتم السالب لتركيز ايونات الهايدروجين في المحلول وبالتالي احنا بتكلم عن النسيج الحيواني نفسه فاكيد النسيج الحيواني بيحتوي على جزء من العصارة اللي ما من شأنها اكيد فيه رقم بي اتش او لغارتم سالب لتركيز البي اتش فيها وبالتالي احنا عندنا سبعة هي التعادل طب لما منزل تحت السبعة امستر بوصل لستة بوصل لخمسة كده معناها ان انا بدخل في الوسط الحندي وكده معناها ارتفاع في نسبة الحموضة او ارتفاع في الحموضة اللي ما هو ده عندي ما هنا علاقة عكسية رقم البي اتش بتاعي ايه اللي عن سبعة معناها ان الحموضة بترتفع طب هو ايه اللي بيحصل امستر بعد الزمحة وشرطا لا رقم البي اتش بتاع السبعة ده قد يرتفع يبقى 8 او يوصل الى 8 او 7 او اجزاء 7 او 6 او 18 فبالتالي انا بدخل في الوسط الذي يميل الى الوسط القروة وبالتالي بتقل معاه درجة الحموضة يبقى انت مركز وما تتوش معاه كل ما رقم البي اتش يطلع فوق السبعة كل ما الحموضة بتقل فيه المحتوى اللي موجود عندي من اللحوم لكن لو رقم البي اتش نزل تحت سبعة يبقى انا كده بزيد فيه نسبة الحموضة اللي موجودة عندي فيه اللحوم يبقى كده فيه علاقة عكسية ما بين رقم البي اتش ورقم الحموضة اللي بيحصل بعد الزبح موجهرة ان رقم البي اتش ده بيرتفع فوق السبعة وبالتالي الوسط اللي موجود عندي بيقل فيه الحموضة يبقى اول ظوار التغيرات بعد الزبح موجهرة في مرحلة التزادة هي ارتفاع رقم البي اتش وانخفاب نسبة الحموضة فيه اللحوم اللي موجود عندي تبداه يؤدي الى مصدر تعالوا نشوف مع بعض ده هيؤدي الى ايه في اللحوم بيقول لي نتيجة ليه عمليات الزبح بيبقى فيه جسم الحيوان حاجة اسمها كمية الجلايكوجين والأدنوسين طرايفوسفات اللي هو مركب الطاقة الاتبي والكرياتينين فوسفات او الكرياتين فوسفات بتكون مرتفع هو ايه الارقام والحاجات اللي بتتكلم عليها دي يا مصدر تعالوا نتفق مع بعض الحيوان اكيد عنده كبد زي شأن اي حيوان سدي موجود او اي كائن عنده الكبد الحيوان نتيجة تناول العلاق عنده كمية من الكاربوهيدرات اللي بتخزن في صورة دهون موجودة على الكبد لما بتيجي انت ستك بتعمل عملة زبح للحيوان الحيوان بيحصل في ايه اللي ايه عملية التخليص الحيوان بيحصل ايه بيحصل نتيجة عملية التخليص ده انه بيبزل مجهود عالي بيبزل ايه مجهود عالي المجهود العالي ده بيجيبوا من هنا مصطر بيجيبوا من كمية الجلايكوجين المخزنة عنده. تاني بيجيبوا من كمية الجلايكوجين المخزنة عنده في الكابل. لذلك لو تفتكر انا دايما دايما بنحب نفكر بعض بالاجزاء اللي فاتت. لو تفتكر احنا قلنا سؤال من ضمن الاسئلة ليه بنصوم الحيوان بعد الزبح لمدة او قبل عملية زبح ب24 ساعة كان من ضمن اهدافها ان انا اقلل من كمية الغذاء والطاقة اللي موجودة عند الحيوان. وبالتالي اقلل من حمى النقل. وايضا من ضمن الحاجات المهمة هو ان اقلل من كمية المجود اللي هيبزله الحيوان اسناء عملية عملية الزبح. وبالتالي ده بيحصل امتى لما يكون كمية الجلايكوجين في الجسم منخفضة. طب هو اي دخل مركب الاتب او الطاقة. تاني مركب الطاقة ده اسمه الاتب. الاتب يعني مصطر. يعني الاتب ادنوسين. التي طراي يعني ثلاثة. البي يعني فوسفات. تاني عشان احنا كده ايه عارفين يعني ايه كلمة the etb او مركب the et b. مركب the etb ده مركب الطاقة زمن انت شايفه. اللي هو الايه عبارة عن ايه عبارة عن الادونوسين اللي هو الجزء اللي انت شايفو باللون الازرق اللي موجود عندي ده. مرتبط معاها ثلاث زرات من الفوسفات تاني مرتبط معها الثلاث زرات من الفوسفات بقى ده مركب اسمه مركب الاتب او مركب الطاقة ادونوسين تراي فوسفات غالبا نسبة الادونوسين تراي فوسفات بتكون مرتفعة وكمية الجليكوجين ايضا بتكون مرتفعة ونسبة الكرياتينين بتكون مرتفعة عندي شقين مهمين ارتفاع في ضربة البي اتش وبالتالي نسبة الحمودة قليلة عندي ارتفاع في كمية الجليكوجين عندي ارتفاع في مركب الطاقة وعندي ارتفاع مركب الكرياتينين في الصفات بتكون مرتفعة في اللحوم بعد الزبح مباشرة طيب وده من شاء انه بيديني صفة ايه طيب بص في الصورة ديت وانا هقولك عبارة عن ايه ده اسمه النسيج بتاع الحيوان او الخيوط اللي بيتكون منها نسيج لحم الحيوان هو الخيوط دي عبارة عن ايه نسطر عبارة عن شقين حاجة اسمها الاكتين وحاجة اسمها الميوسين زي ما انت شايف كده الجزء اللي موجود عندي ده بالشكل الازرق اللي انت شايفه ده ده عبارة عن الميوسين والجزء الاخر ده عبارة عن الايه عبارة عن الاكتين خد بالك ان هنا مفيش عملية ارتباط ما بين الاثنين مفكت تاني بيكون الالياف اللي عبارة عن الاكتين والميوسين بتكون مفكت وبالتالي بتكون اللحوم ما زالت في مرحلة ارتخاء الالياف العضلية في شكل ارتخاء تاني عشان يبقى انت متخيل الموضوع بقولي ان البرتنات العضلية اللي عبارة عن الموسين والاكتين اللي هي بتتكون منها بتكون مفكاكة زي ما انت شايف في الصورة مش في شكل التحام وبالتالي قدرتها على الزوابان سواء في الماء او استخلاصها في المحلول الملحي بتكون عالية يبقى دي من ضمن ايضا الظواهر اللي موجودة بعد عملية الزبح او الفريشنس او التزاجة طب يترتب عليها ايه يا مصطر بقى يترتب عليها ان الالياف العضلية دي بقى شكل الالياف العضلية شايفها كده بتكون مرتخي يعني ايه مرتخي يا مصطر هتلاقها في شكل مستقيم مش في شكل عقد عصبية مش في شكل التقلص هي كده في حالة أو في حالة مرتخية ده نتيجة ايه? نتيجة التفكك نتيجة ايه? نتيجة ارتفاع البي اتش اللي موجودة عندي وانخفاض الوسط الحمضي بعد التزاجة او عملية التزاجة بعد الزبح مباشرة طيب وايه برضو يا مصدر من ضمن الظواهر اللي بتترطب عليها بيقول لي ان هنا دي قطعة من اللحم وقطعة من اللحم الورقة دي والورقة دي بنحط عليها قطعة اللحم او قطعتين اللحم اكيد بيخرج منها حاجة اسمها العصارة الخلوية اللي هي عبارة عن جزء كبير من الماء مرتبط معها جزء من الاملاح والفيتامينات دي بنسميها قدرة اللحم على الامساك بالماء غالبا بتبقى مرتفعة غالبا بتكون مرتفعة يبقى اذا عندي ظواهر مهمة بتحدث بعد الزبح مباشرة اللي هي مرحلة التزاجة الفريشنس اللي هي قدها بالترتيب رقم واحد ان البيئة بتاعي بيكون مرتفعة وبالتالي نسبة الحموضة في اللحم بتكون منقفضة ده يترطب عليه يا مصدر يترطب ان النسيج بتاع الحيوان اللي هو عبارة عن قتين وميوسين ما بيبقوش في حالة مركبة مع بعض متدخلة بالعكس بيبقوا في حالة تفكك وبيبقوا مرتخين وبالتالي الالياف العضلية بتكون على شكل مستقيم ومرتخي تبدا يفيدني في ايه يا مصدر هيفيدني من اول الظواهر المهمة في تحسين خواص اللحوم في الفترة دي ان اللحوم عندها قدرة كبيرة على الامساك بالماء اللي احنا بنسميها ووتر هولدنج كابيسيتي او ال WHC اللي هي الامساك او الكاتش اللحوم بتمسك بالماء بشكل جيد في المرحلة دي نتيجة ايه نتيجة ان الخيوط بتكون في حالة ارتخاء تعالوا نشوفها كده تاني مع بعض على الشاشة اللي موجودة عندنا عايز قولي ان قدرة اللحم على الامساك بالماء اللي هي ووتر هولدنج كابيسيتي بتكون في حدها الاقصى وبالتالي اللحوم بيكون في صورة حيوية او فصول التزاجة بشكل جيد وده دليل من قطعتين اللحوم هتلاقي لو في قطعة منهم متصلبة او قطعة دخلت في مرحلة التبس الرمي فهتلاقي قدرتها على الامساك بالماء مش عالية وبالتالي هتلاقي ان الطبقة اللي بتسيبها من العصارة على الورقة بيبقى شكلها اكبر وكميتها اكتر اما في مرحلة الفريشنس او التزاجة كمية العصارة المفقودة من اللحوم بتكون اقل طب ده هيفيدني في ايه تاني يا مصر او هيفيدني في نقطة كمان مهمة اللي هي حتة الطراوة طراوة اللحم هنا بتكون مرتفعة يعني ايه طراوة اللحم ده موضوع كبير شوية هنعرفه في الصفات الحسية طراوة دي اللي منشأناها عمليات المضغ عمليات القطع عمليات الخشونة عمليات استحلاب اللحوم في الفم بتكون مرتفعة تاني دي اللي اسمها الزواهر الحسية في اللحوم اللي منشأناها عمليات الطراوة اللي منشأناها عمليات الايه عمليات الطراوة اذا انت عايز تقولي يا مصر ان اللحوم في حالة الفريشنس بعد الزبح مع شرطا بتكون جيدة او بتكون جيدة ازاك دايما بندي نصيحة للناس اللي بتعمل عمليات زبح للحيوانات في المنزل خاصة الحيوانات الكبيرة في حالة القضاحي او في حالة العقائق فبالتالي انت لازم تكون هنا فاهم انك لما بتتبع زبح مباشر للحيوان ممكن تاخد في المرحلة الاولى اللي هي الجزء الاولاني من بعد عمليات الزبح والسلخ مباشرة انك تاخد جزء وتسويه اه ممكن اخد مباشرة جزء وسويه ليه لان هنا في زواهر كويسة في اللحوم اللي منشأناها ان فيه طراوة عالية اللي منشأناها ان اللحوم بتقدر تمسك بالماء بشكل كويس اللي منشأناها ان النسيق العضلة مش متصلب في حالة ارتخاء وبالتالي هاديك زواهر كويسة جدا ولكن بعد على الاقل نص ساعة او ساعة من بعد عملية الزبح لو انت انتظرت البعدها فبتخش في مرحلة اسمها مرحلة التيابوس الرم اللي هي التصلب الزباح اللي لو انت خدت في المرحلة دي جزء من اللحوم هتلاقي عكس الصفات اللي موجودة في حالة التزاجة بعد الزبح مباشرة اللي منشأناها هتقل للطراوة هتقل للنحومة وبالتالي هاقل عملية الارتخاء وهتزيد عمليات التصلب وهيبقى صعب باوي انك تستخدم اللحوم في المرحلة دي ومش هتديك الصفات الحسية الجيدة في اللحوم وبالتالي بانت فاهم مرحلة التزاجة ممكن اقطع واخد جزء من اللحوم واستخدمه مباشرة بعد الزبح لكن الانتظار لفترة فوق الساعة على الاقل تدخل في مرحلة التيابوس الموضوع اصعب وهيبقى لزامن عليك تنتظر لانهاء مرحلة التيابوس الرم عشان تقدر تستخدم اللحوم الليها في المرحلة رقم ثلاثة بعد المرحلة بتاعت التجابوس الرم مرحلة رقم اثنين تعالوا نرجع كده مع بعض عايز اقول لي تركيز الطعم والرائحة والناكهة بتكون مرتفعة جدا يعني لو انا خدت في المنطقة دي او المرحلة دي جزء من اللحوم وعملت له عمليات طه او عملت عمليات تصنيع او عملت عمليات شواء بيكون الطعم والناكهة عندي والاستطعام لي اللحم بيكون اعلى مرحلة او اعلى قمة لي في مرحلة التزاغ يبقى اذا اهم الزوار التي تميز مرحلة التزاغ او الفريشنس بعد الزبح مجاشرة ارتفاع البي اتش اللي هو مائل القلوي وانقفاض نسبة الحموضة الالياف عندي بتكون مرتخية نتيجة تفكك الاكتين والميوسين اللي من شأنها بتخلي اللحوم الوطر هولدن كابستي او القدرة على الامساك بالماء بتبقى مرتفعة جدا وبالتالي يعني ايه بتفيدني في الحتة دي يا مصر ان انا لو سويت اللحم ما يكشش ان انا لو سويت اللحم ما يفقتش العصارة ان اللحمة بتاعتي الوزن والحجم بتاعها ما يقلش لان لو هي قادرة تمسك على العصارة الخلوية بتاعتها لن تفقد في عمليات في عمليات الطهر وبالتالي لما احتفظ بها بالشكل ده هيديني طعم وفليفر جيد اثناء عمليات التناول اللي هي العمليات الحسية اثناء عمليات التناول دي كلها زواهر بتحدث اثناء مرحلة الفريشنس بعد الزبح مباشرا تعالوا نكمل كده مع بعض اللي هي عايز اقول لي تركيز الطعم التست والرقاح اللي هي القرومة او انك الفليفر بتكون غير مرتفعة طيب المرحلة التانية الرقم اتنين مرحلة التيبوس الرمي اه اللي هي الحالة اللي بيصبح فيها اللحم بعد الزبح الزبيحة بيحصل لها عملية تصوير ايه لك صورة توضح لك انت شايف السمك السمك لو انت خرقته من الميا بيبقى لسه في مرحلة الفريشنس فبالتالي بيبقى في عملية ارتخاء وتقوص للسمك اللي انت مسك لما تسيبها فترة وتخش في مرحلة التيبوس الرمي هتلاقي حصل تصلب للسمك اللي موجودة عندك ولو مسكتها من الرأس هتفضل في حالة مستقيمة زي ما انت شايف النتيجة عملية الايه عملية التصلب دي المرحلة رقم اثنين بالمرحلة رقم واحد اللي انت شايف قدامك اللي هي المرحلة الاولانية اللي هي قبل بداية التيبوس الرمي المرحلة رقم اثنين اللي انا في المنتصف دي حصل تيبوس رمي المرحلة رقم ثلاثة اللي هي الايجنت او عملية الانضاج اللي هي انهاء مرحلة التيبوس الرمي ورجع تاني اللحوم للحالة اللي كانت عليها في مرحلة التزاجة يبقى التيبوس الرمي حالة يصبح فيها اللحم بل الزبيحة كاملة متصلبة. طب ده لي يا مصطر بقى. بقول لي عادة الفترات بقى اللي بتمر بيها في الوقت بتبقى من واحد الى ثلاث ساعات. لزيك انا قلت لك لو انت عايز تاخد جزء من اللحم تستخدمه بعد الزبح يكون مباشرة. بعد عملية الايه? بعد عملية الزبح اللي هي مرحلة الفريشنس او التزادة. اللي هي فيها صفات حسية للحوم جيدة. اللي هي فيها اللحوم تركيز الطعم والرائحة هيكون كويس جدا ومرتفع. اللي هي من شأنها كمان العصارة الخلوية ومحتفظ بها اللحوم. وبالتالي مش هيحدث انقاص في الوزن او الحجم للحوم اللي موجودة عندك. ولكن لو سبتها فترة زي ما نقول لها الساعة اللي قد تصل الى حوالي ستة وتلاتين ساعة. وقد تصل الى اعلى من كده على حسب نوع اللحوم وحسب نوع الحيوان او حسب نوع الاسماك او حسب نوع الطيور اللي تم زبحها مع درجة الحرارة اللي انا بستخدمها اثناء عمليات الزبح ثم بعد عمليات الزبح هي اللي بتقول لي ان مرحلة التبيبس الرمي تقعد قد ايه. ولكن هي هتبدأ غالبا من بعد الساعة الاولى هنبدأ ندخل في مراحل التبيبس الرمي والتصلب بتاع الزبائح. يبقى ازا التبيبس الرمي هي حالة تصبح فيها الزبيحة باكمالها متصلبة. تبدأ يا مستر بيبدأ من امتى بيبدأ من ساعة قد يصل الى ستة وتلاتين ساعة وقد يعلو عن ستة وتلاتين ساعة حسب نوع اللحوم وايضا درجة الحرارة اللي انا بازبح فيها ودرجة الحرارة بعد عمليات الايه؟ عمليات الزبح. تعالوا نرجع كده مع بعض تاني عشان نكمل المراحل دي. بقول لي ونصف ساعة في حالة الطيور او اقل وفي الاسماك جالبا بيبدأ برضو من نصف ساعة لستة وتلاتين ساعة على حسب درجة حرارة الجو اللي انت بتعمل فيه زبح وايضا درجة الحرارة ما بعد عمليات الزبح. هي اللي بتقول لي الفترة بتاعة التبس الرمي ممكن تستمر قد ايه بالزبط. هنا بقى التبس الرمي او الشكل اللي عام بتاعه بيقول لي غالبا شوفي انا جايب لك صورة لعملية التجميد او البط. عملا بيقول لي في جميع الاحوال ان كل ما بتنقفض درجة الحرارة كل ما بطوا اهجوم التبس الرمي. ولكن خد بالك ان لو انا وصلت لمرحلة التجميد معناها ان انا بوصل لوقف الانزيمات نهائي. وقف الانزيمات نهائي. لازم يحدث مرحلة التبس الرمي. ومرحلة التبس الرمي بتاعة حدث نتيجة جزء كبير منها انزيمات داخلية في الحيوان. وبالتالي هتوصلني لعملية التصلب. ولكن كل ما بقلل درجة الحرارة ببطط من هجوم التبس الرمي. ولكن المهم والفيصل في هذا الموضوع ان ما وصلش لمراحل اهل تجميد. وبالتالي ان كده بوقف عمليات التبس الرمي بشكل كامل. وبالتالي هتستكمل كده كده بعد ما بتخرج من عملية التجميد. وباليات مصلحة ان انا اقلل من درجة الحرارة عشان اصرع من عمل الانزيمات. ولكن ما وصلش الى مرحلة التجميد عشان ما وقفش الانزيمات كليا عن الايه? عن العمل. ده مجزى منطقة او موضوع درجة الحرارة. اللي كل ما انقفضت اه هبط معايا او اتقلل معايا او اتاخر معايا هجوم التيبس الرمي لكن ده هيساعدني ان انا انهيه. لكن ما وصلش لمرحلة الايه? مرحلة التجميد عشان ما قضيش خالص وما وقفش خالص عمل الانزيمات خصوصا في مرحلة التيبس الرمي. تعالوا نكمل كده مع بعض. وبصفة عامة فان التغيرات الكيميائية والحيوية المسببة للتيبس الرمي واحدة. عايز قول ان هي عامة في اللحوم والدواجن والاسماك هي غالبا عملية واحدة. سواء باع زباح كبيرة زباح صغيرة سواء اسماك سواء طيور سواء ابقار سواء جموس. كل انواع اللحوم غالبا مراحل التيبس الرمي هي واحدة. لكن ايه مصطر بقى. تعالوا نشوف المراحل نفسها بتاعت التيبس الرمي. بقول لي غالبا بعد الزبح بيحدث هدم لي الجلايكوجين ويتم بطرقتين. تين. بيحدث هدم للجلايكوجين بيتم بطرقتين. هوش معنى انت بمركز على الجلايكوجين. لان بعد الزبح. غالبا او اسناء عمليات الزبح. الحيوان بيبزي المجهود. المجهود ده يلسلزم منه ايه? طاقة. وعشان ياخد طاقة بياخد الجلايكوجين المكزن عنده. هو ده اللي هيديره الطاقة بتاعته. طب نتيجة ايه? او نتيجة الطاقة ده بيحدث ايه? بيحدث هدم للجلايكوجين اللي موجود في جسم الحيوان. طب هو بيقول لي بيحدث الهدم بطريقة واحدة? لا بيقول لي بيحدث الهدم للجلايكوجين بطرقتين. تاني بيحدث الهدم للجلايكوجين بطرقتين. الطريقة الاولانية اسمها الجلايكوليزيس. غالبا نسبة تسعين في المية من الجلايكوجين بيهدم بطريقة الجلايكوليزيس. او التحلل بطريقة الجلايكوليزيس. واتبقى عشرة في المية من الجلايكوجين بيهدم بطريقة تانية خالص خلاف الجليكوليزيس وبالتالي بيهدم لنسبة 100% ولو انه بيتبقى 1 من 10% لا يتم هدمه طيب وانا هيفيدني ايه يا مصدر عملية هدم الجليكوجين افسرها لك برا انا كبشر لما حب اعمل فرد وتاني لزراعي للعضلات بتاعتي فبالتالي عشان اعمل الحركة دي اوابز الطاقة دي لازم استهلك جزء من الطاقة اللي هي تبقى في صورة الجليكوجين الموجود فيه الجسم او الكاربوهيدرات سواء الصورة بقى كانت مخزنة او غير مخزنة اللي بيستدعيها الجسم عشان يبزل المجهود عشان افرد وعمل انقباض وانبساط للنسيج العضلي طيب عشان يحصل ده نتيجة بقى هدم الجليكوجين بيحدث ايه يا مصدر بيحدث ان مركب الطاقة اللي هو مركب الـ ETB الادنوسين طرايفوسفات هو ده المهم والفايصل في عملية الانقباض والانبساط ازاي يا مصدر بيحدث تركيب وهدم ليه تركيب وهدم ليه طول ما عندك جليكوجين طول ما عندك كاربوهيدرات طول ما عندك طاقة بتبزلها فيفضل يحصل حاجة اسمه تركيب ليه مركب الطاقة اللي هو الادنوسين طرايفوسفات ثم هدم ليه ثم بناء ثم هدم ثم بناء ثم هدم هذه العملية تفضل في حالة استمرار ولكن تخيل لما تعمل زبح للحيوان ويستدعي كمية من الجليكوجين واستنفذها بالكامل فما بقاش فيه مخزوم الجليكوجين يحصل ايه مصدر يحصل عدم هدم او عدم بناء لمركب الطاقة مركب الطاقة اللي تم استخدامه وبناءه يهدم ولا يتم بناءه مرة اخرى هي دي بقى اللي هتديني الظاهرة الاهم في حدوث التياب بصرب تعاون ناخد الجزء ده الاول عشان نشوفه وبعد كده نفسر حدوث ظاهرة التصلب هتيجي منين ويقول لي بعد الزبح يهدم الجليكوجين ويتم بطريق طيل الطريقة الاولية اللي اسمها الجليكوليزيس اللي هي الطريقة الاكتر اللي هي من خلالها بيحدث ايه يحدث هدم للجليكوجين او 90% من الجليكوجين الى حمض الاكتيك تاني الى حمض الاكتيك بوسط انزيمات تسمى الفسفورايليز ودي انزيمات طبيعية موجودة في نسيم الحيوان طب وانا يا مصدر لما يحصل كده واهدم الجليكوجين او 90% منه الحمض الاكتيك فكرني ايه اللي يحصل انا قلتلك ان في مرحلة التزاجه البي اتش بتاعي شكله ايه البي اتش بتاعي كان 7 ومرتفع عن 7 يعني الحموضة منخفضة لكن لما ماهدم الجليكوجين واحوله الى حمض الاكتيك فانا كده بعمل ايه بعمل تقليل من البي اتش بتاعي السبعة وانزل الى 5 و 5 من 10 الى 6 و 7 من 10 في البي اتش وده معناها ان الوسط اللي موجود بيصبح حمضي. تاني ده معناها ان الوسط اللي موجود عندي هيصبح حمضي. يبقى نتيجة ايه يا مستر? نتيجة تكون حيومة الاكتية من هدم الجيلايكوجين بانزيم الفوسفورايليز. يبقى اذا نتيجة ان الحيوان بيبزي المجهود استدعى الجيلايكوجين هيهدمه بالطرقتين. الطريقة الاولانية اللي هي الجيلايكوجين ليزيس اللي هي عن طريق هدم 90% الجيلايكوجين وتحويله الى حمض الاكتيك عن طريق انزيم الفوسفورايليز اللي هيديني وسط حمضي. يبقى ده اول جزئية او اول طريقة الهدم الجيلايكوجين. طيب يا مستر هو بيحصل ايه تاني? مع زياد كمية الحمض اللي هي تقريبا تكونك في الوسط اصبح حمضي. طيب لما الوسط يصبح حمضي غالبا الفترة دي بتاخد ادي ايه في اللحوم? بتاخد من اتنين لتلاتة يوم. يعني بيستمر معايا لبعد عمليات الزبح وبعد العمليات اللي هي عمليات التقطيع وبعد عمليات فصل قطع الحيوانات عن بعضها. يبقى اذا مرحلة التيبس الرمي مستر بتاخد وقت طويل? اه ده ممكن تاخد عدة ايام. تاني ممكن تاخد عدة ايام. اه التصلب بيحدث في الحيوان من بعد ساعة الى 36 ساعة لكن تفضل ظواهر التيبس الرمي موجودة عني. وبالتالي بتستمر الجزء من الايام معايا. ولازم انهي ايه التيبس الرمي. يبقى بداية الظاهرة دي اللي بيحصل ايه? ان الحيوان استهلك جيلايكوجين في الجسم. هدموا بترقتين. الطريقة الاولى اللي هي الجيلايكوليزيس بانزيم الفصل اللي هو موجود اساسا في جسم الحيوان او في النسيج الحيواني. فبقى الوسط عندي تقريبا في نسبة كبيرة من حمض اللاكتيك. تب يحصل ايه من كتر ما تكون حمض اللاكتيك والوسط بقى حمضي? الوسط الحمضي ده هيأثر على الانزيمات اللي هي كانت بتحلل الجيلايكوجين. فهيقف عملها. يبقى اذا المرحلة بتاعت التسعين في المية من الهدم دي هتقف خلال اثنين لتلاتة يوم نتيجة ارتفاع الوسط الحمضي والانزيم هيتوقف عن العمل. تبدأ بقى المرحلة الرقمي اثنين. اللي هي الكمية المتبقية من الجيلايكوجين اللي هي العشرة في المية. يبقى هيتم هدمها هي الاخرى بطريقة اخرى بعد ما وقفنا نشاط عمل انزيم الفوسفوريليز نتيجة ارتفاع الحمض. تعالوا نشوف المرحلة رقمي اثنين. اللي هي اميلوليزيس. اللي هي بيتم هدم حوالي عشرة في المية من الجيلايكوجين بعد اديها مصطر بعد من اثنين لتلاتة يوم بواسطة انزيم الاميليز وبالتالي بيتكون سكريات مختزلة زي الجلوكوز ولكن يتوقى دائما جزء قليل من الجيلايكوجين لا يهدم حوالي واحد من عشرة في المية. لا يتم ايه? لا يتم هدمه. بقول لي بعد الزبح مباشرة يتم هدم الكيرياتيمين فوسفات دي الدورة بقى المغلقة بتاعة الاتبي. اللي هي عبارة عن مركب الطاقة الاتبي زي ما انت شايف فيه تلاتة فوسفات ادي بي وبي وبي اثناء عمليات بزل المجهود وانقضاض وانبساط العضلات. يحصل ايه يا مصطر? يفقد واحدة اللي انت شايفها من البي او الفوسفات. يتحول ايه المركب بتاعي? لحاجة اسمها ال اي دي بي. ادنوسين داي. دي يعني داي يعني اتنين فوسفات. تاني. ال اي تي بي اللي هي التي تراي اللي فيه تلاتة فوسفات. هيترك واحدة وهيبقى بعبارة عن اتنين فوسفات اللي هو ال اي دي بي. ال ادنوسين داي فوسفات. طب يقف على كده. لا بيكمل فقد كمان فيوصل لمركب كمان اخر اسمه ال اي? ال اي ام بي. ال اي ام بي اللي عبارة عن ايه? ادنوسين مونو يعني واحدة فوسفات. طب. المفروض بيتم اعادة بناء او بيتم اعادة بناء طول ما فيه انقباض وانبساط للحيوان. او انقباض وانبساط للعضلات. هي دي الدورة ببساطة او مركب او او شغل مركب اتقل ببساطة في جسم الحيوان. عشان يبزل مجهود اثناء عمليات الزبع. لازم مركب الطاقة ده يتم هدمه اللي هو ال اي دي بي او اي تي بي. هيتاسم لحاكتين. اي دي بي و اي ام بي. اللي هي ادنوسين داي فوسفات اللي هو وحدتين من الفوسفات. وادنوسين مونو فوسفات اللي هي واحدة واحدة. ثم يتم اعادة بناءه مرة اخرى ويبقى اي تي بي. ده بيحصل امتى يا مستر طول ما فيه جليكوجين. موجود فيه جسم الحيوان. وبالتالي طول ما فيه جليكوجين موجود هو بيهدم مباشرة ال اي تي بي ثم يعيد بناءه. طب الهجم ده بتاع الجليكوجين تاني عشان تبقى ماشي معيه طريقتين. اول طريقة عن طريق الجليكوليزيس بانزيم الفوسفوريليز. وبالتالي بيكون حامض لاكتيك نسبة تسعين في المائة من الجليكوجين بتهدم فيها. فطريقة تاخد من اثنين لتلات ايام. الوسط بيبقى حامض يرتفع. يقف عمل انزيم الفوسفوريليز. تبدأ المرحلة الرقم اثنين اللي هي الاميلوليزيس بانزيم الاميلوليز هو اللي بيشتغل على العشرة في المية المتبقية من الجليكوجين ويتبقى واحد من عشرة في المية لا يتم هدمه. لكن اللي هيحصل بعد كده ايها مستر? اللي هيحصل ان نتيجة الهدم والبناء واستهلاك كل الجليكوجين اللي موجود هيبنى ال اي تي بي ويهدم ثم لا يتم بناءه مرة اخرى. لن يتم باعادة تكوينه الى مركب طاقة مرة اخرى. وهو دي بقى بداية المرحلة الفاصلة في عملية التصلة. لكن قبل دي انا حابب اواريك الشكل اللي انت هتشوف او الفيديو اللي هيشرح لك ازاي بيتم هدم وبناء مركب الطاقة. انا عايزك تركز معايا دي الاليافة العضلية اللي بيحصل فيها انقباض وانبساط. عملية فرد او مد ثم ثاني. اللي هي زمان انت شايف خد بالك انا اوقاف لك هنا ده خط اكتين وده خط ميوسين. اللي هي العضلات بمنطقة بمنطقة البساطة انا عشان اعمل فرد وساني في العضلات. فلازم ان يحصل فرد وساني للنسيج العضلي. النسيج العضلي عبارة عن خط اكتين وخط ميوسين. طب ايه اللي يخليهم يروحوا عكسة بعض عشان انا اعمل الانقباض والانبساط ده? في النص فيه روابط. الروابط دي هي اللي بتحرك العضلات او النسيج العضلي عكسة بعضه عشان اعرف اعمل الانقباض والانبساط العضلي. اللي هو بيحصل في الحيوان اثناء عمليات ايه? عملية الزبع. ايه بقى اللي يحرك الروابط دي? مركب الطاقة اللي بيبقى موج دي. اللي هو ال اي تي بي. اللي هو يتم بناءه ثم هدم. فيبنى ويهدم فيحصل الانقباض والانبساط. لحد ما توصل لمرحلة انه مفيش مركب اي تي بي. يقف الانقباض والانبساط ويبدأ يحصل التسلق. تعالوا نشوف تقى الالية دي بتتم ازاي? نكمل مع بعض الفيديو كده. دي خط اكتين وخط ميوسينو في النص الروابط اللي انت شايف. ده مركب الطاقة اللي بيطير ده وبيقع ده. اللي هو مركب الطاقة ال اي تي بي. اللي هو بيتم بناءه ثم هدمه. فبال العدلات هتروح شمال ويمين. يحصل انقباض ويحصل انبساط. عايز يقول لي تاني ده اي ده هي نفس خيوط الاكتين وميوسين. والحتة الصغيرة اللي في النص دي. اللي هي عبارة عن مركب الروابط اللي عليها مركب الطاقة. مركب الطاقة هنا كامل. كامل. زي ما انت شاف مركب كامل اللي هو ال اي تي بي. ارجع تاني كده سنة معلش عشان نوضحه لحضراتكم. المركب هنا كامل. بص هنا كده. المركب ده ال اي تي بي. ده مركب كامل. ادنوسين تراي فوسفات. لما بيطلع عشان الرابط ده يمسك في الخيط. ويشده عكس الخيط اللي تحت. بيف ايد الاجزاء اللي موجودة عليه. اللي هي جزء من الفوسفات. عشان يتحول ل اي دي بيه ثم المونو اللي هي الاحادي الفوسفات. تعالوا كامل كده مع بعض. يفقد وبعد كده تاني يرجع يتركب. يفقد ويبنى. يفقد ويبنى زي ما انت شايف. يهدم ثم يبنى. عملية هجم وبناء. طول ما بتحصل عملية الهجم والبناء يحصل انقباض وانبساط. وكل ده بيحصل ليه? نتيجة لوجود كمية من الجليكوجين المخزن في جسم الحيوان. وبالتالي طول ما الجليكوجين لا يتم استنفاذه او المخزون ما خلصش فيفضل الحيوان في حالة ايه? في حالة انقباض وانبساط وتفضل اياف العضلية في حالة مرتخنة. عايز يقول لي ادي الاجزاء اللي هو الجزء اللي هو الضي فوسفات. الادنوسين الضي فوسفات. تم هدم طبعا الاجزاء 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 الاجزاء. بمنتهى البساطة. الرابط بيمسك. يقع من عليه جزء من الفوسفات الصغير ده. ثم يتم بناءه مرة اخرى. هدم ثم بناء نتيجة وجود طاقة اللي هي الجليكوجين. وطول ما فيه جليكوجين يتم احلاله. تتم عمليات الهدم ثم البناء عمليات هدم ثم بناء زي ما انت شايف بالتتابع. وبالتالي هنفضل في حالة الانقباض والانبساط. دي آلية عمليات الهدم. ادي مركب الطاقة عايزي وارهولي هاللي بيقع. ثم يبنى تاني على الروابط. اه نزل تاني على الروابط وبعد ما عمل الحركة بتاعته. فقدوا عشان يتحرك ثم بيرجع تاني يهدو بيرجع العملية عكسية عشان يوريه تم الهدم والبناء ازاي. واضحة اعتقد خالص. ان المركب ده بيتم هدم وبناء وعشان احرق العدلات واعمل انقباض واعمل انبساط زي ما انت شايف في الفيديو اللي موجود معنا. ده اسمه هدم وبناء هدم وبناء لي المركب اللي موجود عندي. طب اما استر قولي بقى ايه اللي هيحصل. اه بعد فترة بقى الدايرة دي مش هتكمل. الدايرة اللي قدامك دي مش هتكمل. بعد فترة قصيرة ونقص الجليكو جين الى حد معين. هيتوقف عدد بناء مركب الطاقة اليت بي. ويحدث له هدم وبناء. يبقى الدايرة دي هتنكسر. يبقى هيحصل هدم ولن يتم تكوين مركب الطاقة مرة اخرى. طب ده يحدث نتيجته ايه بقى يا مستر. اه. حيث يهدم الادنساين دايفوسفات الى ال اي دي بي. ثم ال اي ام بي. وحمط فسفريك. والاخير كميته بتبقى الايلة طبعا ما بيساهمش في خفض البي ايتش خالص. في الوسط اللي موجودة عندي. ولو بنسب ضئيلة. اه. ايه اللي هيحصل هنا. ركز اوي في الصورة اللي موجودة عندي. هنا كان في مسافة فاصلة ما بين الاكتين والميوسين نتيجة الحركة. ونتيجة التخلص. ونتيجة الانقباض والانبساط. انقباض وانبساط. ايه اللي هيحصل. نتيجة الهدم بقى. وما فيش بناء تاني. هيحصل التحام زمان تشايف ما بين خيط الاكتين والميوسين وبالتالي هتقل للتراوة. وهيكون حاجة اسمها خيط الاكتوميوسين. اللي هو خيط صلب. بيكون عقد عصبية. اللي هيعمل لي عملية الايه? عملية التصلب. تعالوا نشوفوا في الفيديو اللي هيحصل ازاي عملية التصلب ده. او التصلب ده هيحدث ازاي. طبعا احنا وصلنا في الفيديو الاولاني ان كان فيه انقباض وانبساط. ودي الاكتين زمان انت شايف ها بيشاور لي عليه بالسهم. بقول لي ده خيط الاكتين. ودي خيط الميوسين في المنتصف. وفي النص فيه روابط اللي هي كان بتعمل عملية الانقباض والانبساط. نتيجة ايه? نتيجة حدوث عملية التحلل في الجلايكوجين. فبالتالي الدنيا بتمشي طبعاية. وبيبقى فيه حالة انقباض وانبساط. الخيوط بتبقى مرتخية. مش ملتحمة مع بعضها. مش متصلبة. الصفات الحسية في مرحلة الفريشنس بتبقى كويسة. طول ما فيه جلايكوجين بيتم هدمه. بيتم هدم مركب الطاقة واعادة بناءه. ولكن هنوصل لمرحلة ان الجلايكوجين هينفز من الحيوان. وبالتالي هتم احلاله. نتيجة انطلاق الطاقة دي هتبقى نتيجة الهدم ده. شوف ايلا هيحصل. هيبدأ يحصل التحام ما بين خيط الاكتين والميوسين. دخلين على بعض في حالة ايه? في حالة التحام. وبالتالي المنطقة دي هتكون حاجة اسمها العقد العصبية. اللي هتبقى فيها الالياف العضلية متصلبة. في شكل عقد. مش في شكل خيط مستقيم. ادي النتيجة بتاعة عملية الايه? عملية التصلب. دي نتيجة عملية الايه? عملية التصلب. بولي مع زيادة الحموضة. بيكترب البي اتش من نقطة التعادل الكهرابي. للبروتين. وبتقل قدرة اللح على الامساك بي الماء. مقدار السلس لقلة الشحنات الحرة في البروتين القادر على امساك الماء. تعال بقى افاهمك الجزء ده تاني بالراحة بتاعة التابس الرمي. انا وصلت لمرحلة التزاجة واعرفتها. اللي بعد الزبح موشعرطا وقبل ما مره بنصف ساعة او ساعة. بعد الزبح. اللي فيها رقم البي اتش بيبقى مرتفع. ونسبة الحموضة بتبقى منقافضة. ونسبة او الالياف بتاعتي غالبا بتبقى مفككة بتاعة الاكتين والميوسين. قدرة اللحم على الامساك بالماء بتبقى عالية. الفليفر والطعم بيبقى في اعلى معدلات. وبالتالي او خدت اللحمة في المنطقة دي وعملت فيها عمليات طاعة بتبقى كويسة. لكن بعد نص ساعة الى ساعة ابدأ في مراحل التابس الرمي. مراحل التابس الرمي نتيجة ايه? نتيجة اج بهاد الحيوان في عمليات الترفيس او التخليص بعد عملية الزبح. بيستاهل الجزء كبير جدا من الجلايكوجين بطريقتين. اللي هي طريقة الجلايكوليزيس او الاميلوليزيس. وبالتالي هنا بيتكون حمض الاكتيك وهنا بيتكون حمض الاكتيك. اعتقد ان الوقت دايما بيدهمنا. ونكون بالجزء ده وصلنا الى نهاية حلقة اليوم والى لقاء اخر. كان معكم استاذ نبيل عبر روف على قناة مصر التعليم الفني. ارجوكم ابقوا معنا. اشتركوا في القناة